موسيقى رحلة الألم هذه الرسالة للمتقلمين والذي يمر في ظروف صعبة جدا سواء مرض أو ظروف قاهرة قاسية هذه الرسالة لك اليوم يمكن تعرف شخص يشاهد أو تحب أن يشاهد معنا هذه الحلقة فيك تشجع كل شخص أن يشاهد هذه الحلقة لأنه سنتحدث عن رحلة ألم مع شخص مر في هذه الرحلة أنا أدعوكم حتى تشاهدوا هذه الحلقة إخوة وأخواتي أهلا ومرحبا بكم هذه الحلقة من برنامج ليكن نور أنت بتشاهد هذه الحلقة بث مباشر وبصلي اليوم أن تكتشف إرادة الله لحياتك ومشيئته من خلال تعاملاته من خلال الرحلة في هذه البرية وفي هذه الظروف الصعبة اللي منمر فيها في هذه الحياة ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر رحلتي مع الألم أنا بقتبس الكلمة أو رحلة حياتي مع الرب أو في موضوع الألم ورح أقدم طبعا ضيفة هذه الحلقة سمناها رحلة لأنه فعلا هي رحلة في هذه الحياة طبعا ضيفة هي مش ضيفة معروفة لدى الجميع الأخت رشا نور الأخت رشا طبعا تظهر بالعديد من الأوقات على القنوات الفضائية وبشكل خاص على برامج ليكن نور أخت رشا الحمد لله على سلامتك وأهلا وسهلا في برنامجك وفي محلك وفي بيتك أهلا وسهلا أهلا بيك يا أخي نظهر أهلا يسلمك صوتك شوي ضعيف يمكننا بدنا نشده شوي اليوم نعرف إنه يمكن مش سهل عليك لكن أنا متأكد إنه رب رح يعطيك نعمة وحكمة في البداية إحنا رح نتكلم عن هاي الرحلة اللي لفت الانتباهي أنا أنا كاتب بالموضوع رحلة الألم بس لما اطلعت أنت هيك بتحضر وبتكت بي بتقولي رحلة حياتي مع الرب ما ضفتيش كلمة الألم شو السبب؟ لأن رحلة حياتي مع الرب أنا واثقا في معاية الرب أنا واثقا إنه هو أمين بغض النظر أنا بعدي في أي طريق إذا كانت طرق رحبة أو طرق ضيقة أنا واثقا في معايته واثقا في أمانته واثقا في رعايته واثقا في إنه هو أبوي اللي بيهتم بكل ظروف حياتي فأنا ما أقدرش أصنف الألم لوحده يعني ما أقولش رحلة حياتي مع الألم لأن أنا رحلة حياتي مش مع الألم أنا رحلة حياتي مع الرب اللي بيجهزني بقى يعني كتاب بيقوله أصعدنا من وجهة ضيق إلى رحب اللي حصر فيه فأنا بعدي في رحب بغض النظر أنا بعدي في إيه أنا مع الرب المعاية التي لا تنتهي إلى أن نرقاه ونكون معاه دائما في المجد طبعا أنت عارفة أنه إلك محبة ومعزة خاصة لمعظم المشاهدين ويمكن لما ابتديت بالحلقة بقول الحمد لله على سلامتك أو الحمد لله بالسلامة خلينا تكلمها بالمصري أول سؤال بيخطر كفال الشر شو اللي صار معاك خلينا أحكيها بجملة بس الأخت رشا عدت في عاصفة هوجاء بعدها بتعاني شوي من الألم بس لمدة أكتر من خمس شهور وإذا بقتبس كلماتك أخت رشا إنه فعليا أو حرفيا الرب أعطاك حياة جديدة طبعا تفضلي الرب أدني حياة جديدة لأن أنا ما كنتش بكتاز في ألم لكن أنا كنت بكتاز في لحظات وتنتهي حياتي يعني وصلت في مع الألم لأقصى الدرجات اللي ممكن واحد يتخيلها وكنت بحس أن أنا بغمض عناية وبتنقل لمكان تاني يعني كان في لحظات مبيني ومبين إن أنا أروح للرب فعلا يعني بكل معنى الكلمة وده هي تحطت جواي خبرة جديدة يعني أنا عمري في حياتي ما عديت في وقت زي كده حاصلت إن أنا حياتي بتنتهي فعلا فعليا وكنت بحيث كمان في حاجة تانية غريبة كنت بحيث أن الناس اللي حوالي أن هما زي ما يكونوا في عالم آخر في مكان تاني يعني هما ممكن يكونوا قريبين مني جدا يكونوا جنب السرير اللي أنا نايم عليه لكن كنت بحيث أن هما في مكان تاني حتى صوتهم كان بيجيلي كأنه من مكان بعيد فكنت فعلا بحيث أن أنا بعدي الحياة وبروح للرب فدي عملت عندي خبرة ربنا كلمني في نقطة كتيرة جدا 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 في القلم كلمني في الناس المتقلمة كلمني إزاي نحن هتعامل معاهم المتقلم بيبقى حاسس بإيه وبيبقى قدرة احتباله عاملة إزاي وبيبقى عايز الناس تشيلوا إزاي واتكلموا في إيه مواضيع كتيرة جدا جدا ربنا لفت نظري لها لفت نظري لصالواتي إحنا بنصال للمتقلمين علشان ربنا يشفيهم صح؟ أنا عايز أقول لك أن أهم من أن إحنا نصالي وأنا كنت بعدي في قلم أهم من أن إحنا نصالي للمتقلم علشان ربنا يشفي أنا أصالي للمتقلم أن ربنا يتقابل معي لأن الحياة ممكن تنتهي في لحظة الحياة كل ما إحنا متخيلين أن أنا عمري مثلا كذا فممكن يبقى قدامي كام سنة أعيشهم ومش بفكر في الموت ومش بفكر في الأبدية لا الحياة فعلا أنا في يوم واحد وقعت وابتلت رحلة الألم يعني من حيث لا تدري أنا صحيتي كويسة جدا أنا إنسان صحية جدا في أكله ما عنديش مشكلة أي صحية ما عنديش أي أدوية بخدها الصداع مش بخد له دول الصداع فتخيل أما أنا يعني في الموقف ده فجأة البني آدم ممكن ينتهي حياته في لحظاته يبقى قريب جدا 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 أنه هو يسافر للمجد يروح للرب ففتحت عناية على أن البني آدم لازم يبقى هدفه وهو بيصلي للناس المتقلمة آه يصلي لهم أنهم يخفوا بس يصلي لهم كمان أنهم يخلصوا لازم الواحد يصلي من أجل الكرازة ومن أجل امتداد ملكوت الله ومن أجل الناس يتعرف على المسيح الأسبوع الماضي أخت رشا أنا ذكرت شيء سريع أنه أنا أجيت من البرازيل وكانت رحلة كتير كتير حلوة مثمرة جدا إلا أنه كان فيها مرحلة كانت صعبة جدا جدا وأنا حكيت هناك للإخوة أنه كنت بتمنى أو بفضل ما أكونش في هاي اللحظات بس ظاهر أنه فعلا رب أوجدني في هذه اللحظات الحاسمة الصعبة شاب عمر 22 كان في حادث أليم يعني كده شخص لكن في شاب اتوفى مات عمر 22 سنة شاب وحيد لأهله وحيد بين أربع خوات وكانت صدمة للجميع وكانت بالنسبة إلى تفكير عميق من شوية من مبارحة من ساعات كان بينبض حياة وكان نحكي مع بعض ومنكلم بعض وما فيش يعني أقل من 24 ساعة أنا كنت في المقبرة عم بقوم في مرسيم الدفن وجناز هذا الشاب وما بتطلع هيك في التابوت عم بقول له يا رب يعني ايه عاوز تكلمني من خلال طب من شوية كان بينبض حياة وبعد قليل راح نحطه تحت الطراب شاب زي زهرة وقطفت فعلا وبتخلينا نفكر عن الحياة وأهميتها من ناحية أنه الموت شيء محتم لكن من ناحية تانية أنه كل فرصة كل يوم هو عطية الرب الله بيعطينا إياه حتى نكون بركة للآخرين وحتى ننتشي النفوس الأبدية مش شيء مزحة ولا شيء أنك تجازف ولا تخاطر فيها أنه الأبدية شيء مهم ما تعتبرش حياتك السبعين للمئة سنة أنه هاي هي الحياة في شيء أبعد في شيء أهم في هذه الحياة لكن خلال اختبارك في عنا مثل بقول اللي إيده في النار مش مثل اللي إيده في المي مظبوط طبعا وإحنا تعرفك أخدام إحنا بنتكلم بس يعني لما الطبيب بقعد يشخص العلاج للمريض وفي يوم من الأيام إذ نفس الطبيب يصاب بنفس المرض بعدين لما بيشخص الوصفة للمريض بقول لها أنا مش بس بعطيك الوصفة أنا كنت تأمت لك أنا مريت في هذه الحالة فمرات كتير الله بيستخدم هذه الحالات في حياتنا طبعا طبعا بس أنا كمان لازم يبقى أنا عندي إدراك يعني ربنا بيحط أمور في حياتي ألم أو رحب أو أوقات فرح لازم أنا كمؤمن لازم أفهم أن أنا أنا مكاني فين أنا في جاسد المسيح خلينا أسألك يعني عشان نوضح الفكرة لكل مشاهد وهذا السؤال الأول يعني أي فكرة يعني مع أنه مش مقبولة هاي الفكرة للناس بس إيش هي فكرة الله من جهة الألم هو الموضوع مش موضوع ألم بس هو موضوع ألم وفرح وتعليم وناس بتكبر حاجات كثيرة قوي كلها نفسي باكيج هي باكيج واحدة هي عاملة زي يعني شيء ما ينفعش أن أنا أفصل حاجة عن الثانية يعني حتى الكتاب بيقول ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معنا للخير من أجل الذين يحبون الله الذين هم موضوعون حسب قصده نعم فروميا ليه بيقول الكلام ده أن الأشياء دي مش شيء واحد مش خبرة واحدة بيعدي فيها الإنسان بشكل مستمر علشان توصله أن هو يبقى إنسان أفضل والموضوع مش برضو أفضل ولا مش أفضل موضوع أن أنا في جسد المسيح لازم إحنا نبقى فاهمين كويس قوي وإحنا بنتعامل مع الألم أو بنفكر في الألم لازم نعرف أن إحنا أنا كمؤمنة أنا في جسد المسيح وده كلام موجه للمؤمنين مش بكلم على اللي لسه ما اختبروش المسيح أنا كمؤمنة أنا في جسد المسيح فبالتالي أنا لازم يبقى عندي تغييرات بتحصل في حياتي علشان أدخل في خطة الله لحياتي لتحقيق مشقته الكاملة يعني إيه تحقيق مشقته الكاملة بشكل مبسط قوي أنا قعدت أفكر إزاي الواحد ممكن يوصل الفكرة دي بشكل بسيط في لعبة اسمها بازل بازل دي اللي هي قطع من الكارتون بتتركب علشان تعمل صورة كبيرة القطعة دي لو احنا بنبص عليها بتلاقي فيها حتة عالية وفيها نتوءات داخلية والحتة ده هي بتدخل فيه المكان بتاعها بالزبط ولو ما دخلتش في المكان بتاعها بالزبط يبقى ده المكان ده غلط وهو ده اللي ربنا بيعمله معنا إحنا بيبقى فينا حتة لازم تتعمل لها صنفرة لازم حتة تتعمل لها تغيير حتة تدخل لجوه وحتة تطلع لبرا وحتة بحيث أن إحنا ما نيجي ندخل في تحقيق مشيقة ربنا أنا بحقق مشيقة ربنا في حياتي لأن الله أعد لي خطة من قبل تأسيس العالم لكي يأسلك فيها تمام؟ لكن كمان هو عنده مشيقة من جهة الكنيسة من جهة جماعة المؤمنين الخطة دي مش هتتحقق طول ما أنا مش بحقق الخطة بتاعتي فالخطة بتاعتي دي بيبقى فيها تغييرات بتحصل لي أنا يعني الألم ده مفيد لي أنا شخصيا لأنه بينحد جوايا أنا أمور مش ممكن ينحدها جوايا أزمنة الرحب والفرح تاني حاجة الموخ بتاع البني آدم وهو بيبتدي أنه هو يعمل الخبرات بتاعته بيحتفظ بالخبرات الألم أكتر من خبرات الفرح يعني بتتحفظ الخبرات بتاعت الألم وبتحفر جوا الإنسان أكتر من أزمنة الفرح في حياته فأزمنة الألم بتعمل تغيير جزري في شخصية البني آدم لكن لو للفرح ما تبتملش الخبرة ده هيت يعني الألم لوحده مش كفاية في حيات المؤمن ما ينفعش يبقى الألم لوحده أنا عايشة في ألم 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 لو الألم دهوت مش ممتازج بفرح ما ينفعش يبقى مؤثر في حياتي أنا كوحدة في جسد المسيح كشخص أو كعضو في جسد المسيح يعني مثلا عندك يعقوب بيكلم عليه بيقول احسبوا كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة علمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا يعني أنا لازم أفرح أن أنا بعدي في أوقات صعبة لأن ده بيطلع لي صبر فأنا التلاتة دول ما ينفعش أن هم يبقى فيه واحد منهم نقص الألم والصبر والفرح نعم تلاتة مع بعض لو أنا عندي ألم وصبر فقط أنا دخلت في الإسلام الإسلام ألم وصبر يعني المسلمين بيقولوا أن مثلا إحنا بنقتدي بالناس اللي هو مرتفعين روحيا أو حاجة زي كده زي مثلا الأنبياء وغيرهم إزاي إحنا بنقتدي بيوم بأن هو بيصبر في وقت تجربة ووقت الألم لكن ما عندوش فرح الراب بيديني فرح في وسط وعلى فكرة نفس الفكرة اللي بتحكيها أنه في رسالة يعقوب بيتكلم عن إحسبوه يا إخوتي كل فرح حينما تقعون في تجارب متنوعة وبيعني بيتكلم عن النتائج وبركات الدخول في هذا المحنة بس برضو كمان بنفس السفر بيتكلم أنه نطوب الصابرين وجاب مثل عن أيوب إحنا على فكرة الاقتداء أو نتمثل بس في خلال صياق الحديث خلال الفرح مش إنه بس إنه طيب خلاص أصبره بس لا فيه فرح يعني فيه شيء إجابي أكتر من الصبر طبعا الألم لو مش بيديني أمور إيجابية في حياتي يبقى إحنا مش بنتعامل مع الرب يا صور المسيح أوكي يعني أنت اقتبستي كمان من روميا روميا 8 أي ونحن نعلم يعني بالتأكيد باليقين أن كل الأشياء تعمل الكي المفتاح هي هاي كلمة صغيرة معا تعمل معا للخير كل الأشياء خير شر في كل رحلة الحياة بتعمل معا بغض النظر كلها الله بيعملها للخير طبعا أنا بتعلم وبيبقى عندي تأثير إيجابي في حياتي في نفس الوقت ربنا بيديني خبرة أتعامل بها مع جسد المسيح أبقى عضو فعال في الجسد ما بقاش أنا عندي خبرة مكتسبها لشخصي أنا فقط أنا هذه الخبرة بنقلها للآخرين كمان يعني أنا كنت مثلا في وقت الألم اللي أنا كنت بعدي فيه كنت في وقت المرض الوقت اللي فات أنا وأنا قعدة تعبانة ربنا ابتدى يفكرني بناس فكرني بواحدة عابرة اسمها رندا راحت المجد فكرني بيها وأنا قعدة جنبها بصلي على السرير وهي قبل ما تروح للرب وتنتهي حياتها على الأرض فكرني بأن إحنا مفروض إن إحنا وإحنا بنصلي للناس المتقلمة ده هي نبقى إحنا عاملين إزاي بنصلي من غير صوت لأن لو أنا صليت وصليت بصوت عالي ممكن أعمل لهم إزعاج الإنسان المتقلم ممكن يبقى مش قادر يسمع صوت يعني صوت حد بيتكلم بصوت زي صوتي كده لازم تتكلم معه بصوت منخفض أكتر لازم إنك وإنت بتصليله تقبل إن هو ممكن يكون بينام أنا كانت قمة قمة يعني السعادة بالنسبة لي إن أنا أنام لمدة نصف ساعة من غير ألم دي أكتر حاجة كنت بطلبها يعني مش بطلبها يعني بقوله يا رب بس شوية أنام شوية بس من غير ما أتقلم فأنا لو نمت نصف ساعة من غير ما أتقلم أنا لو أنا بس كأييد حده بصليله في مستشفى أو على سريره في البيت وتعبان أو تعبانة ونام مني في ناس بتنزعل تقولك ده نام وإنا بصلي ده مش عايز يسمع صوت ربنا لا ده متقلم لدرجة أنه هو يعني ربنا أداله سلام فنام فأنا لازم أدرك البني آدم ده بيفكر إزاي فبيتوسع الأفق بتاع الإنسان أنه يعرف يطلب بحسب مشيئة الرب أيوة بحسب قلب الرب قلب الرب اللي كان بيتحنن وكان بينظر للناس المتقلمة والتعبانة كان بينظر لوحدة فقدت ابنها الوحيد وكانت بينظر لوحدة الواحد بيقوله تعالى قوم بنتي علشان دي عيانة جدا وبينظر الواحد قاعد متقلم بقاله قد إيه وعنده برس بيقومه ويلمسه يعني هو كان بيتعامل بقلب إحنا مفتقدين لهذا النوع من الإدراك إن إحنا ندرك إن إحنا أهم حاجة نعملها مش إن إحنا نوعز وقت القلم أنا ما ينفعش أروح أوعز واحد متقلم أنا مش مفروض إن أنا أجاوب على أسئلة المتقلم فأنا المفروض إن أنا أكون معاه متواجدة معاه متواجدة مع الناس التعبانة كل اللي أنا أعمله ناطب طب وأقول معلش وربنا هيتمجد وألفت نظره لصوت ربنا بس إن هو يسمع تعارف مرات الخادم بيكون كصوت منبه أو صوت ضمير الشاب اللي انتقل وسافر لعند الرب اللي حكيت عنه في البرازيل طاعة كل ناس عم تسألني لأنه أنا بخدم الرب ليه ليه الألم ليه طب 22 سنة يعني طب أمه قعدت طب كان أخدني أنا كان أخد حد تاني كان والأغرب في الموضوع إنه أنا مش عارف الجواب يعني عم بيسألوني على سؤال أنا مش عارف الجواب ما عرفش ليه الله اختار أن يأخذ شاب عمره 22 سنة بس إحنا منعرف الله ومنعرف معاملاته ومنعرف طرقه الله بيحبني الله كل طرقه صالحة ودائما للخير فأنا مش عاوز أسألك أخت رشا ليه الألم لماذا الألم لكن أحطه في صيغة شؤال طب إذا في ألم كيف بيأثر على حياتنا إحنا الألم بيأثر على حياتنا أما إحنا بنستقبل الألم والوقت دهوت بشكل بحسب ما شئت الله بس ما حارف يحب الألم أنا ما حبيتش الألم ما هو عندي يعني أنا كنت وقعدت وقت أقول له أنا مش أدرس تحمل أنا مش أدرس تحمل يا رب أنا مش أدرس تحمل الألم المطول وبقى لا يحتمل قلت له يا تشيل الألم يتخدني عندك وده كلام يعني كلام سلبي وأنا لو كنت ما عدتش في الوقت دهوت كنت أقول إزاي يعني لو حد قال حاجة زي كده إزاي ده يقول الكلام دهوت وإزاي أنت تقول يا رب يتشيله يتخدني لكن أنا عايز أقول أن الرب بيقدر أنه هو يطلع من الجافي حلاوة الرب كان بيجيلي في وقت الألم دهوت وكان بيهمس في ودني بآية الآية دهيت أنا كتبتها هنا هوت لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها كان بيقولي كده بس لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها وأنا بتكلم مع كل واحد متألم النهار ده كل واحدة حاسة أن هي متألمة وفي ظروف صعبة وأن أنا مش قادرة أتحمل أكتر من كده أنا ربنا يكلمني في الآية ده كنت كل مرة ربنا يكلمني يقولي أنك تنسى المشقة كمياه عبرت أقوله زي المية ما بتعبر أنا هننسى الوقت ده معقول كانت دموعي بتنزل أنا متأكدة أن ربنا بيكلمك أنا متأكدة أن ربنا بيهمس في ودنك النهار ده وأنا بشجعك أنك أنت بدل ما أنت تفكري في الألم وتفكري في الواجع طول الوقت وهو اللي يبقى مسيطر على دماغك زي ما كان مسيطر على دماغي تيه بس جزء كده حتة كده لربنا وسمعي صوته بيكلمك في إيه يقولك إيه بيهمس في ودنك في إيه لو أنت بره يعني بره مجال المسيح يعني خارج ما لكش علاقة من المسيح لو أنت إنسان مسلم إنسان ما لكش علاقة بالرب أنا النهار ده بقولك الرب عايز يميد إيده ليك عايز يميد إيده ينتشلك مش بس من مواجعك وقلمك ومن مرضك لكن من الموت الأبدي المحقق اللي ممكن تنتهي بي حياتك وزي ما هو انتشلني أنا شخصيا ودني حياة أبدية وأنا كنت في الوقت اللي أنا بحس أن أنا حياتي بتنتهي ما كنتش خايفة من الأبدية كنتش خايفة أن أنا أموت وتحط وقدم ميزان عليه كفتين ويقول لي أنت هيكون فين حسناتك وسيئاتك هتروحي فين وقعد أستنى هيعمل إيه أنا كنت واثقة أن أنا أغمى دهنية وهيكون معاه في المجد أنا النهار ده بادعوك وبادعوكي أنك أنت النهار ده تقول له يا رب يا رب تعالى غير حياتي وادخل جوا قلبي تعالى أنا أنا مصدقة أنك أنت تقدر تنشلني من الموت المحقق من الموت الأبدي دهوت وتديني حياة أعيشها معاك للأبد فعلا أخت رشا أنا كنت تعاوز أسألك في نفس الصياق أنه كيف نتواصل مع المتألمين والمجرحين والذين بمروا في هذه الظروف العصيبة جدا تهيالي ممكن أنت جوابت جزء من هذا بس فعلا كيف يعني برجع أنه إيده في النار مش مثل اللي إيده في الماء اللي بيختبر واللي بيمر في التجربة لما بيعطي نصيحة غير عن الشخص اللي بيعطي نصيحة من تلقاء أنه بيتمنى أنه ما يكونش هذا الألم الألم هو خبرة يعني يعني مثلا أنا عادة في ألم معين أقدر أتكلم عليه أنت مش هتقدر تتكلم عليه قوي زي لكن كمان أنت كمان ممكن تكون عادة في خبرة ألم أنا ما أقدرش أتكلم عنها لكن فيه بقى معانا مفتاح مهم جدا وهو اللي يقدر يوصلنا للناس المتقلمة مع اختلاف ألمهم حتى لو أنا ما عدتش في الألم ده اسمه الروح القدس أنا ما ينفعش أروح أقف جنب حد متقلم من غير مصلي من غير ما أطلب إرشاد الروح القدس قل له يا رب تعالى أنت حسسني بيهم أنا مش ممكن أحس بحد أنا ما عدتش في اللي هو فيه لكن إمتى أقدر أحس بي أما الرب يحط جوايا المشاعر ده أما يديني الإحساس بالآخر بالشكل ده أما أما يديني كلمات أنا مش من فكري ولا من خبرتي ولا من من دماغي لكن من هو شخصيا لازم أنا أصلي كويس قوي لازم أطلب إرشاد الروح القدس لازم أتفهم اضطرابات الشخص اللي قدامي ممكن ناس بيجي لهم حالات من الفزع والاضطرابات النفسية بتخليهم ما يناموش بالأيام وده بيجيب لهم اضطراب في أفكارهم بيجي لهم عصبية أنا ما ينفعش أن أنا أحكم على واحد بيعدي في الظروف صعبة لأن أنا مش عارف هو بيعدي في إيه لكن أنا أقدر أتفهم اضطراباتهم أما أنا أكون منقوعة جوا محضر الله لازم أكون موجود أهم حاجة أن أنا تواجد أتواجد جنب الشخص المتقلم مش لازم أتواجد عشان أعواز تحتوي الشخص أتواجد أحتوي أطبطب عليه أقول له أنا حاسس بيك أتجنب أن أنا أحكم عليه أنا مش مضطر أن أنا أجاوب على أسئلته حديكة سألت سؤال إشمعنا الولد الشخص اللي عنده 22 سنة ويمكن فيه واحد في الكنيسة مثلا أو ستة كبيرة في الكنيسة عندها 95 سنة دي ليه مش هي اللي ماتت وده أعيش ده قدامه العمر طويلة فيه أسئلة إحنا ما بنعرفش مش لازم أجاوب عليها أنا مش ربنا أنا ما ينفعش أن أنا أكون مكان ربنا لازم ربنا يكون في مكانه وأنا أكون في مكاني لازم أدي ربنا مساحة أن هو يتعامل مع الأشخاص اللي حوالينا أنا عندي واحدة بنت البنت دي توفت وهي عندها 13 سنة أو 14 سنة وكانت موتها أو يعني انتقالها كان سبب أن عيلتها تعرف المسيح كلهم اللذقوا في المسيح أنا ما ينفعش أن أنا أنا مكان ربنا لازم أنا أما أجي أتكلم ألفت النظر قدامي أنه يسمع صوت ربنا أنا لولا الآية اللي كانت ربنا بيكلمني فيها أنا ما كانش هيبقى عندي أي نوع من أنواع التعذية في وسط الألم إمتى هقدر أتعذى في وسط الألم أما أنا أسمع صوت ربنا حتى لو بيقولي كلمة بسيطة يعني الآية اللي أنا قلتها لك دي دي آية طويلة جدا جدا في أي وقت لكن الرب يكلمني في كلمة واحدة في الآية دي فكرني بها لأنك تنسى المشقة كمياهنا عبر التذكرة وفضل يقولي نفس الآية هي هي كل يوم وكل لحظة أنا برفع قلبي لي وأكلمه بيقولي نفس الكلمة ده وعايز أقول أن ده الرب يقدر يحول اللعنة البركة لأن ربنا طلع من خبرة الألم ده هي بركة ومجد بعدك شكرا أخت رشا رح نواصل حديثنا فعلا رحلة الحياة مع الرب هي مدرسة بتعلم فيها الواحد من حلوتها ومن مرارتها كمان لكن الغرض هو أن الإنسان يتشكل بحسب صورة الله والله هو الفنان الأعظم ما تخافش يعني اللي بينحت اللي بشتغل على الإنسان عنده مطرقة وإزميل النعمة والمحب اللي بشكل في الإنسان حتى يطلع الصورة اللي الرب مجهزها ويمحضرها طبعا اللي بحب يسأل واللي بحب يداخل الفرصة مفتوحة سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا اعزائي نحن نتحدث مع الأخت رشا نور رحلة حياتها مع الرب وتتكلم عن مدرسة الألم الاختبار المرير اللي مرت فيه من مرض صعب جدا وحرفيا الرب أقامها من الموت موضوع الألم موضوع كبير طبعا وإحنا بنور له من جمع الأمم أوفل يكون نور اضغطناه من زوايا عديدة لكن اللي بحب في حديثنا أنه عم نتطرق لهذا الموضوع بشكل عملي في ناس بتسعل الألم كنوع من الاستحقاق أنا دارس تاريخ كنيسة طبعا في ناس كانت بتنام على السرير بتحط مسامير أو بتحط بطرق أنه ما تنامش يعني لازم تصحى كل أكمدية كنوع من الألم للتزكي لعبور مرحلة أنه يتدرب على هذا الألم إحنا مش متكلم على هاي النوعية إحنا متكلم عن الألم بحسب مشيئة الله وأنا حبيت الكلمة اللي حطتيها انت باكج إنه في رحلة الحياة مع الرب هي فيها كل ما هو الله بشكل فينا عشان يجعل مننا الشخص فشو رأيك إش ردك ولسيما أنت طبعا من خلفية إسلامية كان عندك تحديات كثيرة خلال إيمانك وأكيد اضطهادات وأكيد سوء فهم وأكيد شتايم ليوم الشتايم لكن الاختبار الأخير يمكن هو الأصعب بيتهيأ لي إنت شاركي نتفضلي بالنسبة للموضوع الحقيقي كلمتي فيه اللي هو موضوع إن أنا تؤيرن أو أستحق يعني بشتغل بعمل بشتغل عشان أستحق يعني ما أنا ملياش في الموضوع يعني التواقف والكلام دوات أنا بحب كل المسيحيين لكن لا دي حقيقة تاريخية على فكرة أمش أصد طوايف أنه فعلا في ناس عام كانت يعني بتطور على طرق للألم كنوع من الأرنين يعني أنه بجدارة يحصل على شيء هو الكتاب المخدس بيقولش كده يعني الكتاب المخدس بيقول إن بالنعمة أنتم مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد بس بقول كم المخلوقين لأعمال أعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها تمام لكن أنا أنا مش بدخل السماء على حساب الأعمال الصالحة اللي ربنا أعدها لكي أسلك فيها لكن أنا بدخل السماء على أساس النعمة النعمة هي اللي بتدخلني السماء النعمة هي اللي بتوصلني للمكاني جوة مع الرب في الحياة الأبداية من خلال عمل المسيح الكامل موته على الصلب وقية بالضبط فأنا المسيح هو اللي بيوصلني إن أنا أعيش حياة أبداية وإن أنا يبقى عندي مكان في السماء وده لفت ناظري بصراحة يعني اللي هي بتقول عليه ده يعني المسلمين بيقولوا كده المسلمين بيقولوا إن هو بيرفع درجاتهم كيف يا؟ إن هو إن مثلا في أنا كنت جايبة حديث كده كان بيكلم ما يصيب المسلم من نصب ولا واصب إلا رفعوا الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة يعني ربنا بيرفعوا درجة أو بيحطوا ويشير من عنده خطيئة بالألم هو مريح روحه المسلم على أساس أنه كل شيء قضاء وقدر لا طبعا وهو كمان بيحس أن الألم بيقولك يعني المؤمن من صاب يعني وفي نفس الوقت اللي بيقول إنه هو فيه مفروض حماية على المؤمنين لكن في نفس يعني تناقض اللي أنا عايزة أقوله في الحتة ده هي بما إن المسلم بيفكر إن الألم بيشيل عنه خطيئة ده ضد فكرة الله أنا دايما بيجي في الحتة اللي هي بيحصل فيها تصادم ما بين الفكر الإسلامي وما بين فكرة الله الألم مش هو اللي هيشيل عنك الخطيئة على فكرة أنت لو قعدت حياتك كلها متقلم وأنت من بعيد عن المسيح هتفضل في خطيئتك لأن مهما عملت ومهما سويت ومهما تقلمت فإنه ده مش هيشيل عنك أي نوع من الأنواع الخطيئة هتفضل أنت زي ما قيل كده داود النبي بالإثم صورته وبالخطيئة حبلت بيومي ما ينفعش إن أنا أطلع من حتة من تحت السلطان الخطيئة دايت من تحت واطئة الخطيئة من تحت تحكم الخطيئة فيه إلا من خلال عمل المسيح الكفاري المسيح هو الوحيد اللي يقدر أنه يطلعك من كده عشان كده أنا بشجعك بدل ما تقعد أنت تستسلم للألم وتقول ده علشان أنا ربنا يشيل عني الخطايا اللي فيها ويبقى إبليس هو العمال جايب لك بيضرف فيك بأمراض وحاجات زي كده ممكن يعني مع الألم إحنا مش عارفين إيه اللي بيحصل في الألم هاجات كتير جدا ما فيهاش إجابات لكن مدام أنت خارج مشيئة الله خارج برا المسيح أنا يعني أكيد إبليس بيخبط فيك فأنا الحل بالنسبة لك إنك أنت تقبل عمل المسيح دول يا رب أنا بقبل عملك وأنا بقبل إنك أنت تدخل في قلبي وإنك أنت تتنور حياتي وإنك أنت أعيش من أجلك وإنك أنت تيجي بحمايتك على جسدي وعلى أفكاري وعلى نفسيتي وعلى كل الحاجات دي تبقى تحت حماية الرب ربنا هو اللي يحميها بتعرف أخت رشا بالنسبة للمسيحيين أنه هي الصباقة يعني بتكلم تاريخيا هي اللي أسست كل الجمعيات الخيرية أصلا من مستشفيات وجامعات ومدارس وعيادات وفي منظمات كتير مثل مساعدات إنسانية لمساعدات اللاجئين ومساعدات المطردين والمجرحين والناس اللي بتمر في دقات ويعني تاريخيا إذا بتقري آخر 200 سنة على هذه الجمعيات والمؤسسات شيء عظيم جدا كخدمة في مؤسسات بتساعد بالمستشفيات بالعلاجات بالإعانات بالإعانات يعني هاي شيء كتابي منتبع صورة المسيح أو شخصية المسيح وفعلا ما فيش أي ديان أخرى وبقولها بكل جرأة ولا أي لأنه هذا الشيء تاريخيا معروف أنه ده البداية من المسيحية لكن بالغيش إنه إحنا كمؤمنين إنه كمان تكون عنا خدمة للمتألمين والمهمشين والمهشمين والمعطرين والمجروحين والمكروبين فسؤالي يعني كيف نخدم الناس المتألمة والمجرحة وناس بصراحة يعني مثل حضرتك وصلت حتى الموت كيف فينا نخدمها بص موضوع الموت ده بقى يعني إن أنا أخدم حد يكون يعني متألم أو بيمر في ظروف صعبة حاجة وإن أنا أخدم حد خلاص يعني حاسين إنه مثلا عنده سرطان وخلاص بيموت يعني في آخر درجات السرطان وخلاص على الفراش بتاع الموت وبيموت فعلا اللي بيموت ده بيشوف الموت ده أنا ودي أقصى خبرة أنا عددت بها في حياتي يعني ممكن أنا أكون عددت بالألم في مجالات كتيرة جدا في حياتي لكن الخبرة بتاعت إن أنا يبقى حياتي بتنتهي فعلا وأنا حاسة إن أنا بنتهي ومعدين ما انتهيتش يعني يعني حياتي بتنتهي وبعدين ربنا يديني ألاقي نفسي لسه في الحياة وبعدين أحس إن أنا حياتي بتنتهي وبعدين ألاقي نفسي في الحياة الحتة ده هيت دي خبرة صعبة جدا جدا لأن الواحد بتلاقي تفكيره بيختلف إن هو الحاجات اللي الناس كلها بتفكر فيها وميفكرش فيها الناس بتفكر في البيت وفي العربية وفي اللبس وحنخرج فين وهندفع الفواتير اللي عنينا منين وهندفع إيجار الشقة منين وهناكل منين كل الكلام ده هو ما بيفكرش فيه لأن أنا حياتي بتنتهي فأنا لبسي هيبقى ورس وعربية هتبقى ورس وهدومي هتبقى ورس هتبقى إزبالة يعني فهم كل حاجة يعني بيفكر فيهم بطريقة مختلفة أنا بفكر بأسلوب مختلف تماما يعني أنا بشوف الحاجات الحقيقية الحياة هي عطية من عند الله كل يوم أنا بعيشه هي فرصة جديدة الله بعطيني إياها النفس اللي أنا بتنفسه هو هدية عطية من عند الرب كل يوم أنا بشكر الرب إنه تصوري كل يوم في هوا بتنفسه في شمس بتطلع في مطر بينزل في غلي بتطلع وفي كتير أشياء نشكر الرب بس اللي عاوز أقول لأخت رشا وأكيد أنت معلمة في هذا الموضوع إنه مش الفكرة كام هي الحياة أو طول الحياة الفكرة الأهم أوكي عندك حياة شو عملت فيها أو شو رح تعمل فيها شو اللجسة شو البصمة اللي رح تتركها بعد ما تفارق هذا الحياة الأبدية وين أنت رح تقضي هذه الأبدية كلها أسئلة مهمة فخدمتنا للناس المجرحة اللي بتصل حتى الموت أكيد في إلها أساس كتابة طبعا يعني أنا جبت آية من كرونسوس الثانية بتقول مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل تعزيه الذي يعازينا في كل ديقاتنا يعني ديقات بتاعتي مش ديقات بس مش متألمة بس لكن فيها تعزيات الديقات داية يعني هي دي أهم حاجة أن أنا أستبقى عناية مفتوحة أن في تعزيات وسط الديق حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ديقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله عايزة أقول أن إحنا بناخد تعزيات في الوقت دا أنا ما بطلع من الوقت صعب قوي في حياتي بقدر أن أنا أشد حد أكلم حد في الوقت الصعب دا هو مش شايف هو آخر الطريق بالنسبة له ضلمة مش شايفه أنا لو أنا عديت في الخبرة دا هيت وطلعت منها أنا ببقى في حتة نور منورة أكتر بالنسبة لي فبقدر أنا أبقى بصيص نور أنور نور المسيح بالنسبة له بعدين كده بيقول لأنه كما تكثر ألام المسيح فينا كده بالمسيح تكثر تعزياتنا أيضا يبقى أنا فيه الألم مش هو النهاية الألم دا دا بداية حتة في طريق مش نهاية الطريق نهاية الطريق هي التعزية مرحلة تشكيل في حياة المؤمنة هي مرحلة وبتعدي وبنطلع منها وهل أنا بعد الخبرة اللي أنا عدت فيها دا هيت أنا بنظر للحياة بنفس الشكل أنا بقى لي 30 سنة مع المسيح عدت في خبرة من خمسة أشهر من أربعة أشهر فاتت هل أنا بعدي بنظر من نفس النظرة اللي أنا بنظرها قبل كده لا معنى اللي بقى لي 30 سنة مع المسيح وخبرات كتيرة جدا لكن الله بيثقل خبراتنا دا هيت أبي بيقول الكتاب خفت ديقاتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر استقل مجد أبدي ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى الأمور التي لا ترى لأن الأمور التي ترى وقتية أما الأمور التي لا ترى فأبدي أمين كمان في نقطة أننا أما بعدي من الموضوع ده هوات بحيث أن ربنا بيفتح بينور عيون ذهني كتاب بيقول ونحن ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد أنا ببص على مجد الله في مرآة وبتغير مستنير عيون أزهنة ربنا بينور عيون الزهن كل يوم ما أقولش أنا بقى أي 30 سنة يبقى أنا منورة تماما كده وقاريت الكتاب وكل أنا بقرأ الكتاب كل يوم وبعد أصلي كل يوم وربنا بينور لي كل يوم أمور جديدة فده ربنا بيديني استنارة كل يوم علشان أقدر زي أنا أنور وأقدر أساعد الناس اللي هما بيماشيين لسا في ظلال الموت بعيد عن المسيح أو متألمين وبيعادوا في أزمن الضيء أقدر أساعدهم وأطلعهم من ده يبقى أي تأثير بعد إذنك أخت رشا راح نأخذ نعمة لك زي يعني شفت أنه نتكلم عن الخادم والألم بس بحب أعطي فرصة لكل مشاهد إذا عندك أي مداخلة أي استفسار الحلقة اليوم بث مباشرة فيك تتواصل معنا إحنا ما منعرف كل شيء لكن ثقتنا وإيماننا هو في الرب يعني في أخت خادمة الرب شفاها من سرطان خطير جدا وأنا بعيني شفت التقرير أنه الرب شفاها وأمام مرأة الجميع وشهادات الأطبة والأوراق موجودة وبعد سنوات رجع هذا المرض مرة تانية في حيري في تساؤل هذه الأخت ما زالت واثقة في الرب متمسكة في الرب وأنه حاس أنه هذا الاختبار يأخت رشا عشان ترد على كل شكايات إبليس وتخز الشيطان وكل محاولاته وتكون ضده بس هاي الأخت كمان بدنا نرفعها بالصلاة هاي الأخت أنا ما ذكرتش اسمها هي خادمة للرب الرب عم بيستخدمها في كل محل بالمستشفيات في المؤسسات عم تشهد عن عمل الله فهي من أكام يوم اكتشفت أنه السرطان رجع خلينا نوقف معها في الصلاة ولكل المتألمين وعلى فكرة بحب أشجع كل مشاهد في اكتبعة رسالة قصيرة للأخت رشا وإذا إحنا منوصل هذه الرسالة للأخت رشا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة أهلا أعزائي أرحب فيكم مرة تانية إحنا بنتكلم على كمان خدمة الناس خدمة المتألمين والناس المجرحة وفي ناس وصلت لحد الموت بصراحة لما لوحد بيسمع في مرض السرطان ولا سيمة من النوع الخطير رجع مرة تانية بتكون صدمة بيكون بالأول نوع من الإنكار أنه أنا بنكر هذا الشيء بالعيان آه بالإيمان بديش أصدق بالعيان موجود الطبيب أقول موجود لكن برضو في إيمان في إيمان أنا بستمر فيه أخت راشا أنا ذكرت من ناحية الخدام ومن ناحية الخدمة كيف خدمة الرب وأنت بتخدمة طبعا بس أنت اختبرتي يتعامل مع الألم وخليني أسأل سؤال تاني بس بشكل أكبر إيه رؤية الخدمة أو خدمتنا خدمة الرب حتى تكون خدمة فعالة مثمرة أكتر ولا سيمة في الكم الهائل والعدد الهائل موجود في هذه الأيام من المتألمين علشان أنا خدمتي تبقى خدمة مثمرة وعلشان أنا ربنا يعمل بي تأثير إيجابي لازم أنا فاهم أنا مين طيب كيف أفهم أنا مين كتاب بيقول في كوروانسس التانية 11 بيقول ولكن لنا هذا الكنز في أوان خزفية ليكون فاضل القوة لله لا منا يعني أنا لازم أفهم أن أنا إنسان أنا مش سوبرمان أنا إنسان طبيعي جدا أنا جوايا الكنز اللي هو استعلان حضور الله جوايا وليكون لي علشان يرجع الفاضل للقوة مش مني أنا لو أنا قوية يبقى فاضل القوة ده في مين فيا لكن أنا ما كون ضعيفة إنسان وإنائي خازفي وزي ما أنت شايفت دلوقتي بقيت ماشية بعكيز لكن فاضل القوة اللي جوايا بيرجع لمين ليه لا لا منا مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين يبقى أنا لازم أنا كمؤمن أبقى أنا فاهم إن أنا ممكن أكتئب لكن ما بقاش متضايق ليه لإن معاية الرب الرب معايا متحيرين ما عنديش إجابة على كل الأسئلة لكن غير يائسين لأن أنا عندي رجاء في المسيح أسفون بيتكلم على نوعيتين من الناس يعني أقتبس مثل ما ذكرت كورون ستاني أصحاح أربعة في آية أربعة مكتوب الذين فيهم إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله النوعية الثانية اللي بيتكلم عنها الله لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح هاي الناس اللي اتحكيت عنها في نمو في ندوج في استنارة مستنيرة عيون أذهانكم مش بننظر للأشياء المؤقتة اختبرنا الرب لأنه بنفس الإصحاح في آية 17 إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة فصار عندي منظار تاني فالمؤمن عنده منظار بيختلف هذا اللي عاوز أشدد عليه أيها طبعا زي ما حيك بتقول بالزبط إن المؤمن لازم يبقى كده أنا لو أنا عايز بتقول لي حيك الخدمة الرؤية أنا عايز إن أنا أبقى مؤثر في الناس مش مؤمنين أو مؤمنين أنا خادم بخدم في وسط المتقلمين سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين لازم أنا أنا كده أنا بحمل ده بحمل الحضور الإلهي فيه وأنا رايح أنا مش مضطر إن أنا أجاوب على كل الأسئلة ليه لأن متحيرين لكن غير يائسين متهدين لكن غير متركين أنا ممكن أعاني من الاضطهاد وعانيت من الاضطهاد في أوقات كتير جدا في حياتي لكن هل أنا متروكة أنا ممكن أترك من أمي ومن أبوي ومن إخواتي ومن الدنيا كلها لكن مش ممكن بابايا السماوي أبوي السماوي يتركني فدي الفكر بتاعي أنا ده اللي لازم يبقى فيي أنا عشان يبقى تأثير خدمتي أنا لي خدمة مؤثرة أنا أخدم نوعية تعبانة ومضطهدة ومتقلمة وتعيش في أوقات صعبة إزاي أخدمها وأنا أصلا مكتائب وياس وفقد الإيمان في ربنا أنا لازم أنا فاهم إن ده أنا إنائي خزفي لكن فيه كنز أنا أنا بحط إيدي على المرضى فيبرقون علشان أنا فيا يعني قوة خارقة للطبيعة واخد بالك اللي هي أنا شخصيا بتاعت راشا لا القوة دي دي جاية من الرب وراشا دي دي إيد المسيح فأنا دي هي دي الخدمة المؤثرة إن أنا وأنا بخدم ربنا بخدمه في خطته مش في خطتي أنا وفي أفكاري أنا وفي ترتيباتي أنا بخدمه لمجده هو مش لمجدي أنا وعلشان الناس تقولي ربنا يبركك أخت راشا لكن علشان ربنا يعود المجد لي إن ربنا أما هو يقيم واحد ميت أو يقيم حد عنده سرطان أو أو يشفي أو يدي حياة أبدية الإنسان حتى لو كان يعني توفى بكلمات العالم ربنا بيعود المجد ليه هو في خطته مش خطتي أنا عارف يا أخت راشا بقول إنه في وقت عم نقول منطوب الناس اللي سافرت لعند الرب الأيام الصعبة هاي رحلة تقبرية فيها كل أنواع الألم بس أنا عاوز أقول نقطتين كتير كتير مهم يمكن بعد معنا دقيقتين ثلاثة أنا عاوزك تحضر الرسالة إنه إحنا منتعاطف مع المتألم ونتألم مع المتألم ومنتضايق مع المتضايق ومنشعر معه ومنحس إحساسه لكن في نقطة كتير كتير مهم إحنا مش جماعة من اللي مدلعين كل ما نمر في شغلة منصير نبكي ومنصير كأنه الدنيا وليه 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 وأنا بالكنيسة الأولى الأمهات كانوا بقولوا لأولادنا الصغار بعد قليل عم بديحرقوهن في بالنار عم بتشجع أولادها بتقولوا أوكي أنت رح تغمض عين وبعد شوي رح تكون مع المتألم شو هاي النوع من الأمهات اليوم صار في عنا دلع صار في عنا أمور يعني كل شغل أي وكأنه الدنيا انتهت وليه وليه طب ما من الأول قلنا للرب أبعد عنه ودلوقت لما كل بتيجي المصائب نقوله ليه عندك دقتين أخترشة إيه الرسالة اللي بكت وصليها من اختبارك الصعب جدا الرب أقامك من الموت إيه اللي عاوز توصله للمشاهدين نفسي أقول أن كانت أصعب وقت ما أنا كنت بحيث أن أنا بسيب الناس على الأرض وحياتي هتبتدي في السماء مش صعب لأن أنا ما عنديش رجاء أنا كنت عارفة وعندي رجاء أن ربنا هكون معاه للأبد لكن النقلة كانت صعبة وعايز أقول أنك أنت ممكن حياتك تبقى بتنتهي في لحظة معلش أن دي مش رسالة جميلة يعني لكن البني آدم حياته ممكن تنتهي في لحظة دي حقيقة وده واقع وأنا نفسي أن أما أنت اتغمض عينك هنا تبقى عارف أنت هتفتحها فيه هناك مش بس أنا متقلم هنا وعايز الوجع يروح لكن أنا هعيش حياة أبدية فرح مش هعيش حياة أبدية في ألم كمان فوق الألم اللي أنا فيه وعشان كده أنا بشجعك لو أنت النهاردة لسه ما قبلتش المسيح المسيح ما دخلش وما كانش هو سيد على حياتك ما كانش هو اللي بيتصرف في كل خطوات حياتك بياخد القرارات في حياتك النهاردة سلم له قلبك قل له يا رب أنا بفتح لك قلبي أنا بسلم لك عمري أنا محتاجك تيجي أنت وتعلن حضورك في حياتي أنت تبقى أنت المتسلط على حياتي أنت اللي بتاخد القرارات في حياتي أنت اللي بتقود حياتي وقل له علشان الرب أنا أثق أثق النهاردة نوعي قبالك والنهاردة بدل ما أنت هتبقى عندك يقين أنك عندك حياة أبداية شكراً كتير أخت رشا ربني باركك وأنا عاوز أقول أنه إحنا مش بنتساهل في هذا الموضوع لكن عاوز أشجع كل مشاهد ومشاهدة إحنا فعلاً في عنا فريق الصلاة وبنصلي وبتعرفوا كل مرة الأخت المسؤولة على المتابعة بتعطيني أوراق كتير استجابات صلاة وطلبات صلاة وبنفرح لما منشوف استجابات صلاة عاوز أخبركم أنه الرب بسمع وبستجيب وإذا عندك أي طلب أو أي احتياج فوت على الفيسبوك من فضلك اتواصل أو اكتب لنا ومنحب نسمع منك تعرفوا الآتد يتبع يوسف لما شاف إخوته قال إخوته أنتم قصدتم بي شراً لكن الله قصر به خيراً حول كل الأمر للخير في شيء حلو وحلاوي رح يكون في حياتك ثق في معاملات الله وفي صلاح الله الرب باركك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر